حذر مسؤول الأمم المتحدة من عدم وجود أي مكان آمن في أنحاء القطاع المحاصر وذكرت الأمم المتحدة أن 1.87 مليون شخص طردوا من منازلهم منذ بدء الحرب ونزح العديد منهم عدة مرات أوضاع مأساوية تتفاقم وصوت الرصاص يمتزه بصوت الصراخ والاستغاثات منذ نحو شهرين والوضع ما زال من سيء لأسوأ في قطاع غزة وفي ظل ترد الأوضاع وصعوبة المشهد حذر مسؤول الأمم المتحدة من عدم وجود أي مكان آمن في أنحاء القطاع المحاصر مناطق وسط خان يونس ثاني أكبر مدن غزة شهدت قتالاً وسط هجوم جوي وبربري إسرائيلي موسع جنوبي القطاع مما أدى لنزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل ومنع الاحتلال الإسرائيلي دخول الغذاء والماء والدواء إلا في مناطق محدودة في جنوب غزة كما ضغط الاحتلال بأوامر إخلاء جديدة على السكان وأجبرهم على التكدس في مناطق أصغر بالجنوب وفي إحصاء صادم قالت الأمم المتحدة إن مليوناً وسبعةً وثمانين ألف شخص وهم أكثر من ثمانين بالمئة من سكان غزة تورد من منازلهم منذ بدء الحرب ونزح العديد منهم عدة مرات وفي إحصاء لا يقل خطورة أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتل الفلسطينيين في القطاع تجاوز سبعة عشر ألفاً ومئة قتيل بالإضافة لأكثر من ستة وأربعين ألف مصاب لافتة إلى أن سبعين بالمئة من القتل نساء وأطفال هو إذن وضع كارثي يصعب وصفه يعيشه أهل فلسطين مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسات الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي على المواطنين الفلسطينيين العزل